إلى ذلك كشف مصدر أمني عن اتخاذ القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار لإجراءات أمنية مشددة المصدر قال إن القوات الأمريكية إجرت اليوم عملية تشغيل لمنظومة الدفاع للتصدي للصواريخ والمسيرات كما قامت بتشغيل صافرات الإنذار وحفرت مجموعة من الخنادق أجرت سلسلة تدريبات للسلامة ووقت القصف تحسبا لأي هجمات تشن على القاعدة وسط الحديث عن رد إيراني على إسرائيل والدول المتحالفة معها ترجمة نانسي قنقر